في خطوة هي الأولى في التاريخ بالأردن وللترويج للعبة بين السيدات تولى طاقم تحكيم يتألف بالكامل من النساء إدارة مباراة في دور كرة القدم حيث أدارت إسراء مبيضين المباراة بين الناديي سحاب والبقعة باستاذ الأمير محمد بمدينة الزرقاء مع زميلاتها المساعدات صبرنا العبادي وإسلام العبادي وحنين مراد كحكمة رابعة شعور جدا جدا حلو حكمت أنا نهائي حكمت مباريات خارج الأردن دولية نهائي غرب آسيا منتخبات سيدات ولكن شعور الدور المحترفين كان غير وجود اللاعبين الكبار أغلبهم أو كلهم أطول مني بس مع ذلك كنت موجودة بالشخصية وتعتبر إسراء أن هذه الخطوة تعني الكثير خصوصا قدرة المرأة على الاطلاع بمختلف المهن وبعد أن حققت أحد طموحها بإدارة مباريات دور كرة القدم الأردني للمحترفين تطمح إسراء مبضين في أن تشارك في يوم من الأيام في التحكيم لمباريات كأس العالم للرجال والنساء